ميثاق العمل الوطني 22 عاماً والأثر الحميد لميثاق العمل الوطني على قوة البنية التشريعية الاقتصادية في البحرين يزداد وضوحاً سنة تلو الأخرى مقتسبات بالجملة حققتها المملكة بفضل ميثاق عمل وطني عصري دفع بالبحرين لتتبوأ مكانة متقدمة في مؤشرات عالمية كثيرة ذات صلة بالاقتصاد الحر وقطاع الاتصالات والقطاع المالي وهو القاعدة الأساسية أي ميثاق العمل الوطني لدخول البحرين عصر الحداثة والتطور برؤية ثاقبة مستنيرة وإرادة صلبة من لدن صاحب الجلال ملك البلاد المعظم وبمتابعة حثيثة من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أخذت بمسيرة البحرين نحو آفاق أكثر رحابة وإشراقا ميثاق عمل وطني عبدت طريقة لرسم مستقبل البحرين بتكاتف جميع أبنائها وتحقيق إنجازات نوعية ماثلة للعيان في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع المالي والمصرفي الذي واصل تميزه وريادته عبر جملة من السياسات التشريعية والقانونية الحديثة بان ثقلها في التأسيس لمرحلة نمو متسارعة للمجال الاقتصادي أفضت إلى قيام مختلف المشاريع والبرامج التنموية الشاملة حلت على بدن عديد المجالات الحيوية التي ما زالت ترفض الاقتصاد الوطني إن الأدوات التشريعية التي نشط دورها في الجانب الاقتصادي نجحت في مواجهة التحديات التي قد تعيق عملية التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى تضمين تلك الضوابط بخطة تستجيب للتطورات الاقتصادية الحالية فميثاق العمل الوطني أسهم في تبسيط القواعد المتعلقة بالفهم الحقيقي لاحتياجات المجال الاقتصادي للوصول إلى مرحلة الاستدامة والنماء بما يصب في صالح نمو وتعزيز الاقتصاد المحلي وبما يعود بالخير والنفع على الوطن والمواطن منظومة التشريعات الاقتصادية في ظل ميثاق العمل الوطني جاءت محفزة لبيئة الاستثمار ومساهمة في إصدار القانون للاستثمار لرفع مستويات اقتصاد البحرين في مؤشر التنفسية العالمية بجانب آليات الدعم التشريعي في إنشاء صندوق لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع فضلا عن حل معوقات القضايا المالية المتعلقة بالشركات المتعثرة وتحويل أكبر عدد منها لشركات عاملة بالسوق لاستعادة وضعها ومكانتها ومنحها فرصة للعمل من جديد في ظروف ملائمة للنجاح والإنجاز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر